استقبل مطار الملك علي الدولي نحو 4 ملايين مسافر منذ بداية العام وحتى نهاية شهر التشرين الثاني الماضي بزيادة نسبتها 113.5% تقريبا مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي مجموعة المطار الدولي قالت أن حركة الطائرات عبر المطار سجلت أرقاما أكثر من مستوياتها خلال الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة 87.2% الرئيس التنفيذي في مجموعة المطار الدولي نيوكل كلود قال أن حركة المسافرين ما تزال أقل من المستوى وذلك بعد أن تعافت إلى ما يقارب من النصف حتى الآن مقارنة بما تم تسجيله في عام 2019